في إطار التوجيهات الملكية السامية وزارة إن المشاريع الإسكانية تضاف إلى سلسلة الإنجازات الإسكانية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بجهود حديدة اختتمت وزارة الإسكان عملية التوزيعات الإسكانية على المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين هذه التوزيعات الإسكانية التي تمت خلال الفترة الماضية جاءت بالتوافق مع التزام الحكومة بالعمل على توفير 25 ألف وحدة سكانية للمواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية أنا أشكر طبعا في البداية سيدي جلالة الملك مع ولي العهد رئيس الوزراء على منح هذه الوحدة السكانية في شرق سترة نشكر الغيادة الرشيدة على المبادرة الجميلة وصراحة أنا موجس سعيد وفرحانين أن حصلنا وحدة سكنية وفي نفس الوقت فرحة ما تنوصف بحيث أن مبادرتها واهتمامها وأن الوحلات تتوزع بسرعة على الموعد نزل فشكرا جزيلا على الغيادة الرشيدة والاهتمامهم في أنه وإن شاء الله فرحة دواء مع البحرين أشكر جلالة الملك على هذه المكرمة العظيمة أشكر أشكر فضل من الله ومننا وثانيا أشكر إلى ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ثالثا إلى وزارة الأسكان صراحة يعني ما أقدر أعبر عن هذه الفرحة العظيمة يعني الشيء مو في الخيال أشكر رجلات الملك ولي العهد على هالدعم اللي تواصل لنا واشكر القيادة الرشيدة على الدعم اللي حصلنا هكذا الوحلات السكنية والله شعور ما يوصف صراحة يعني فرحة عوضة تكون لنا وأسرة تكون عندنا بيت أشكر كل من ساهم في هذه الخدمة لنا يعني هذه التوزيعة التي قامت عليها وزارة الإسكان استطعت أن تغطي عددا كبيرا من الطلبات الإسكانية خلال فترة وجيزة وذلك إنفاذا لأوامر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي وجه بتوزيع ألف وحدة سكنية إضافية بالتزامن مع دخول العام الجديد أشكر جلالة الملك حفظ الله ورعاه ورعاهد رئيس الوزراء وجميع الوزراء اللي ساهموا في إنشاء هذا الصرح العظيم إن شاء الله الحي ويد شرح على البحر والمنطقة مفتوحة وواسعة فأنا كثير فرحان على امتلاك هذه البيت إن شاء الله الله حبينا نشكر القيادة الرشيدة على رأس جلالة الملك اللي يطول في عمره وسموه رئيس الوزراء ولي العهد حق توزيع الوحدات أشكر جلالة الملك وولي العهد ووزير الإسكان على الخدمات المقدمة لنا وإن شاء الله مدينة صار على البحر وكل ما فيها يعني ما شاء الله يعني شرح صار فيه الألعاب في كل حي فيه فيه الألعاب وفيه متنافس حق الأطفال ومثل ما تشفت كل يعني البيوت ما شاء الله طال على البحر كان يعني مدينة ترفيهية وسكنية في نفس الوقت بالتزامن مع دخول العام الجديد إن المتتبع اليوم لجهود وزارة الإسكان في الفترة الماضية يجد أنها تمكنت من الانتهاء من عملية التوزيعات في وقت قياسي التوزيعات الإسكانية تسير بوترة متسارعة وذلك بما يتوافق مع الجدول الزمني الذي تعمل عليه وزارة الإسكان وبما يحقق تطلعات المواطنين خول لليغرينيس بمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة